أنت في سريرك في نص الليل قاعد تفكر باللعبة المثالية في مخيلتك تتخيل طريقة الجيم بلاي السلس وعالم اللعب والشخصيات العجيبة والفكرة اللي عندك إياها فعلاً اسطورية بس في شيء موقفك واللي هي أنك ما عندك أي فكرة في كيف تطور لعبة بس بعد قاعد تحس بأمل أنك تقدر تتعلم تطوير الألعاب من التصميم والرسم والبرمجة عشان تطبق فكرتك في الواقع ففي هذه المقطع بساعدك كيف تبدأ تتعلم تطوير الألعاب في أسهل طريقة ممكنة وشف ترى لو تسألي أنت مين أصنع عشان تعلمني أنا سويت لعبة موجودة في ستيم صح أنك ما تقول اللعبة خايثة وفاشلة بس سمعت عن هذا المثل يقول تعلم من الفاشلين عشان تتعلم من أخطأهم ولا تطيح فيها يا أخي والله قاعد أشتحيلي بس عشانك لا تطلع من المقطع فأرجوك تابع للنهاية فعشان تسوي لعبة تحتاج أربعة أشياء وأولهم محرك الألعاب المحرك واللي هي بكل بساطة المكان اللي تسوي فيه اللعبة واللي حرفيا سهل تطوير الألعاب بمليون مرة لأنها فيها أدوات كثيرة تساعدك بس عشان تطور اللعبة وفي أكثر من محرك ألعاب واحد وأشهرهم يونيتي وقدوت وانريل انجين الصراحة ما تقدر تحدد مين أفضل واحد لأنك كل واحد مع ميزاته مثلا لو تريد تسوي ألعاب بسيطة قودوت راح يناسبك لأنه سهل جدا أنك تتعلمه ومثلا محرك يونيتي خيار مناسب لأن المجتمع اللي فيه كبير فيعني بتحصل شراحات كثيرة في اليوتيوب وحتى الشركات الكبيرة يطورون فيها ألعاب وأنا شخصيا أستعمله ومحرك انريل انجل حرفين تطور كثير آخر فترة من ناحية الجرافيكس والآداء بس هو يعتبر أصعب محرك تتعلم فيه بس لو اجتهد تتعلمه راح تقدر تسوي ألعاب خيالية وانصحك أنك تبحث عن الموضوع أكثر وتقدر تكتب أي سؤال عندك في الكومنتات وأنا راح يجاوب عليك وصح ولا واحد منهم بفلوس فتقدر تستعملها بشكل مجاني أوكي خلصنا من حركات الألعاب والحين يجي الشيء الثاني واللي هي البرمجة أوكي أوكي أصبروا الشيء أدري ان في بعض منكم حس بضيق في صدره لما سمع كلمة برمجة بس في طريقة ثانية تبرمج فيها الألعاب واللي هي الفيجوال سكروبتينغ هو مناسب للناس اللي عندها فوبيا من البرمجة وطريقة استعماله باختصار أنك توصل خيوط من مربعات لمربعات ثانية واللعبة اللي تشوفونها قدامكم ما كتبوا ولا سطر كود واحد عشان يطورونها بس استعملوا الفيجوال سكروبتينغ ولو أنت تريد تبرمج في أكثر من لغة وكل محرك ألعاب يستعملوا لغة ثانية مثلا يونيتي يستعملون سي شارب للبرمجة وهو سهل أنك تتعلمه محرك أنري الأنجين يستعملون سي بلس بلس وهو صعب شوي وقدوتي يستعملون جي دي سكروبت والناس تقول أنها سهلة جدا ولو أنت تريد تستعمل الفيجوال سكروبتينغ أنصحكم أنكم تعطوا فرصة للبرمجة قبل ما تستعملوه وخلنا نروح الحين للشيء الثالث وهو الرسم طبعا عشان تسوي لعبة تحتاج رسومات فعشان ترسم تحتاج برنامج للرسم وأفضل برنامج مجالي للرسم هو قليمب هو مناسب لتطوير الألعاب لأنها تقدر ترسم بجودة عالية بس لو أنت غاني تقدر تاخذ فوتوشوب لكن إذا تطور لعبة 3D تقدر تستعمل بلندر هو مناسب جدا لتصميم 3D يعني تقدر تصمم من أشياء بسيطة لأشياء احترافية وطبعا تقدر تسوي أنيميشن للشخصيات أو أي شيء ثاني فيه وخلنا نروح للشيء الرابع واللي هو الأخير الأصوات والموسيقى الأصوات تساعد اللاعبين بأنهم يدخلون داخل أجواء اللعبة وحتى لو لعبتك شكلها عادية ولكن الأصوات ممتازة رح تغير نظرة اللعيبة تماما ورح يحبوا لعبتك بس عشان الأصوات وتقدر تحصل كل أنواع من الأصوات لو تبحث عنهم في جوجل في أصوات مجانية وبس في بعضهم بفلوس وإذا تريد تسوي أصوات من الصفر تقدر تستعمل برنامج Audacity برنامج مجاني وبسيط أوكي الحين بس تكلمنا عن الأدوات اللي تحتاجها عشان تطور اللعبة بس بعدنا ما تكلمنا عن كيف تتعلم تطوير الألعاب فبقلكم كيف الحينة أول شي لازم تكون مختار محارك الألعاب وتبحث عن كورث للمبتدئين في اليوتيوب مثل لو أنت اخترت محارك يونيتي سويت أنا مقطع عن كيف تسوي أول لعبة لك في يونيتي وللمبتدئين وطبعا يمكن بتواجه صعوبات أنك تفهم كل شيء لكنه شي طبيعي أول مقطع شرح التابع هدفه بس أنه يعطيك فكرة عن كيف تطور ألعاب وبعدها تشوف مقطع ثاني وثالث وتبدأ تفهم أكثر وأكثر بس ما تقدر تتابع كورثات للأبد فبعد ما تعلمت وتابعت الدرسات والكورثات المفروض أنك تكون جاهز تسوي لعبة بنفسك بس طبعا لازم تكون عندك فكرة لعبة بسيطة وتريد تسويها وتكون واثق بأنك تقدر تسويها بقدراتك الحالية وتبدأ تبحث وتتابع شروحات مثلا فكرة لعبتك عن لعب يطلق على الأعداء اللي يتبعونه فتدور عن شرح كيف تسوي تحكم اللعب وبعدها تدور شرح عن كيف تسوي السلاح يطلق وبعد عن كيف تسوي عدو يتبع اللاعب وأشياء أكثر وأكثر والصراحة ما في محتوى شروحات بالعربي كثير فبتضطر أنك تتابع الشروحات الأجنبية أوكي أعرف الحين بعضكم بيقول أنه ضعيف في الإنجليزي يا أخي صدقني لو أنت لغتك الإنجليزية بسيطة وحتى أقل راح تقدر تتعلم أو أصلا يمكن حتى ما تحتاج اللغة في أكثر من طريقة أنك تتعلم مثلا لما المقطع قاعد يشرح الكود تجرب الكود وبعدها أمسح سطر كود واحد مثلا ولما تبدأ تجرب الكود بتعرف إيش كان ناقص وإيش كان هدف السطر الكود اللي مسحته هو أهم شيء أنك تكون فضولي عن كل شيء كل ما تكون فضولي وتتسائل أكثر راح تتعلم أسرع وأكثر من غيرك ومثلا بعد جدتك مشكلة غريبة ما حصلت حلها تقدر تسأل عنها كل محركة ألعاب عندهم موقع خاص فيها ناس لهم خبرات سنين في المجال وتقدر تسألهم ورح يساعدونك ويحلون مشكلتك أنت بعد ما بتخلص أول لعبة لك أو يمكن أن أنت قاعد تطور اللعبة راح تلاهظ أنك فلن تعرف كيف تطور ألعاب بس صح خلني أعطيك نصيحة لعبتك الأولى بتكون أعفن لعبة فلو طورت لعبتك الأولى لا تتحطم من رأي الناس صح أني قلت أول لعبة لك بتكون أعفن لعبة لك بس هذا يعتبر شيء جميل لأن لعبتك الثانية بتكون معفنة شوي ولعبتك الثالثة بتكون عادية ولعبتك الرابعة راح تكون ممتعة بس هو ممكدة طبعا بأنك بس تسوي ألعاب أكثر لازم تخلي كل لعبة تطورها يكون فيه تحدي صعب إنه مثلا يمكن هالمرة اللعبة بتكون مالتي بلاير لما تطور ألعاب لها تحديات صعبة وقدرت تحلها راح تطور أكثر بس طبعا ما تعطي لنفسك تحديات صعبة جدا لأنه على أغلب ما راح تقدر تكمل تطور اللعبة ويمكن حتى تنقهر وتترك المجال بالكامل فلما تعطي تحديات لنفسك لازم تكون عندك الثقة عشان تسويها اللي حاول أقولها باختصار عشان تطور لازم تستمر أنت بس تحط إيديك في الموس والكيبورد وتبدأ تضيف أشياء جديدة وعجيبة للعبتك وأهم شيء أنك تستمر كل يوم ونفس ما تتعلم آلة موسيقية أو لغة جديدة ما راح تقدر تطور مهارتك إلا لما تمارسها وفي آخر شيء أريد أقوله لا تنسى أنك تستمتع حرفيا أفضل شيء ممكن راح يصير لك أنك تكون شغال في مجال أنت شغوف فيه أنت ممكن حاط هدف أنك تكسب رزقك في هذا المجال بس صدقني لو تمارس أي مجال باستمتاع وعندك الرغبة في أنك تطور كل يوم فجأة راح تلاقي الفلوس لأنك اشتغلت على أعمالك بكل حب وشغف واستمتاع والناس تريد تشوف أعمال جميلة من فنانين شغوفين وصح لما تكون شغوف في مجالك مو شرط أنك راح تحس بالتحفيز كل يوم وما راح تواجه صعوبات وهو بالعكس لازم تجتهد وتتعب بس الشغف والأهداف راح تدفعك أنك تشتغل على مشاريعك وبعد لا تتوقع أنك راح تكتشف الشغف في تطوير الألعاب من البداية ممكن وإنت في نص الطريق راح تلاحظ أنك شغوف في هذا المجال فإنت بس جرب وعطيه وقت كافي وممكن تكتشف أنه شغفك وبس أتوقع أن هذا كان كل شيء أتمنى أنك استفت بشيء وأنشر المقطع لأصحابك يمكن يستفيدوا نفسك وبس أنشر المقطع في كل مكان ولا تقصر معي بالليك والاشتراك وسلام ترجمة نانسي قنقر